مرحبا يعطيكم العافية كثيرتنا العزة وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية بمنصتكم منصة ميديكولوجي في شرح مادة الفيسيولوجي لمديول الهيم أول شي الحمد لله على السلامة بعد امتحان البياناس إن شاء الله يكون المديول هذا خليعكي بداية خير عليكم وتعويض للناس اللي ما زبطوا بفترة البياناس الهيم من المديولات الممتعة جداً لأنها مترابط جداً تمام؟ ومبنية على مفاهيم معينة مترابطة وفعلياً خليعكي كل هاي المعلومات البسيطة أو المفاهيم الأساسية بنبن عليها أبليكيشنز كثير تمام؟ يعني أمراض كثيرة إشياء كلينيكالي فمن المديولات إن شاء الله اللي هتنبسطوا فيها وخليعكي خصوصاً للناس اللي بحبوا يفهموا يفهموا التفاصيل تعالى الدزيزيزيز طبعاً السلايدات عادت ترتيبها وصياغتها بحيث تكون مفهومة بالنسبة لكم لأنه يعني زي كأنها السلايدات كانت مبعثرة فيها معلومات متناثرة مش مش منطقية أو مش مترابطة تمام؟ لذلك عدد عدد ترتيبهم بحيث تكونوا قادرين على فهمهم بطريقة ممتازة تمام؟ تمام؟ في البداية لازم نعرف إنه فعلياً البلود بتكون من ثري كومبوننت أساسية تمام؟ يعني إحنا جبنا بلود وحلنا عملنا رح نلقى إنه فعلياً هو مكون من بلازمة اللي هو الجانب الفلويد من الدم عبارة عن مية معظم ومية تمام؟ الجانب الثاني اللي هو الإريثروسايتس اللي هنا كريات الدم الحمراء وفي عندنا 1% تعبر عن إيش؟ صفائحة دموية بلايتلس ولوكوسايت أقل من 1% تمام؟ فمعظم الدم هو بلازمة عبارة عن فلويد وإشية ذائبة في هذا الفلويد وإيش؟ وإريثروسايتس هاي التو كومبوننت الأساسية بالإضافة لأقل من 1% بلايتلس ولوكوسايتس طيب بحكي لك نسبة الـ RBC إلى نسبة مجمل الدم بنسميه هيماتوكريت تمام؟ فإذن لما نسمع كلمة هيماتوكريت بفحوصات الدم نقصد فيها قديش نسبة الإريثروسايت من مجمل حجم الدم يعني مثلاً عندنا 1 لتر من الدم إذا كان 400 ملي من الدم هي RBCs شو بنسميها؟ بتكون الـ هيماتوكريت 40% هذا مقصود فيها أوكي؟ فالـ هيماتوكريت أو نفس الإشي باكت سيل فوليوم يا إما باكت سيل فوليوم أو هيماتوكريت هي نسبة تعبر لك قديش نسبة الـ RBCs من مجمل الدم من ناحية الحجم طيب مش حكينا مثلاً 40% الـ هيماتوكريت 60% من الدم مثلاً على سبيل المثال بكون إيش؟ بكون بلازمة على سبيل المثال تمام؟ طبعاً كل شخص بختلف عن الثاني الـ هيماتوكريت تعالى بس يعني تكملة النسبة هي مقصود فيها البلازمة يعني إذا قلنا هيماتوكريت لشخص 35% معناته إنه البلازمة عنده 65% تمام؟ من مجمل الدم حجم طيب البلازمة هاي من شو مكونة؟ فيها Coagulation factors هذا أول شيء اللي هي عوامل التخثر يعني إحنا لما نيجي نحط نقطة الدم على سلايد تلقاها تخثرت صار تحول الدم من كونه سائل إلى كونه صلب تمام؟ هذا ما نسميه Coagulation طبعاً هاي هيكوني لعب محاضرتين خصوصي بالفسيو على Coagulation factors أوكي؟ طيب الـ Coagulation factors هذولا هنه المسؤولات عن تخثر الدم وموجودات داخل البلازمة إذا شلنا الـ Coagulation factor من البلازمة هاي نسميه Serum فنقصد بـ Serum دائماً لما نسمع كلمة Serum هو Plasma minus Coagulation factor طبعاً البلازمة هاي أغلبها Water تسعين بالمية منها Water بالإضافة لبروتينات وإلكترولايتس إلكترولايتس زي مين؟ زي الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم هذولا هم نسميه Electrolytes Dissolved gases، مثلاً CO2 O2 برضو هذولا جزء من البلازمة ففاهمنا عدة إشياء شو مفهوم الـ PCV Packed Cell Volume فاهمنا شو البلازمة، شو مكونات البلازمة وشو إجمال النسب كل واحد من هذول المكونات هذا طبعاً سلايد من سلايدات الدكتورة بس أنا عدت تنظيمه، حطيتك الصورة عساس إيش تتخيل الموضوع أول حقيقة لازم يكون عارفينها إنه شو مجمل Total Body Water، تمام؟ فهو فعلياً 60% من Total Body Weight يعني واحد وزنه مثلاً 100 كيلو بكون عنده 60 لتر أو 60 من وزنه إيش بكون Water، حبار عن Water 60 لتر، تمام؟ واحد مثلاً وزنه 70 بكون على سبيل المثال ستة بسبعة يعني 42 لتر، تمام؟ فحسب كل وزن شخص نقدر نعرف كمية الواتر داخل الجسم، تمام؟ فإذاً 60 بالمئة من الفلود من حجم الجسم هو أو من وزن الجسم هو Water 40 بالمئة سلد، تمام؟ طيب هاي ستتين بالمئة أحكي لك ثلثينها موجود داخل الخلايا الثلثين هذولة الفلود موجود داخل الخلايا Intracellularly و Extracellularly فقط ثلث يعني مثلاً شخص وزنه 100 كيلو فيه أنه 60 لتر الفلود، تمام؟ خلينا نحكي ثلثينه يعني 40 لتر منهم بكون داخل الخلايا و 20 لتر بكون خارج الخلايا تمام؟ طيب هذول الخارج الخلايا تمام؟ اللي هنا العشرين لتر Extracellularly بحكي لك ثلث أرباعهم هو Interstitial Fluid شو يعني Interstitial Fluid؟ هو الفلود لحوالين الخلايا تمام؟ لحوالين الخلايا فبكون عندنا ثلث أرباع يعني بكون خمسة عشر لتر انترستيشي يعني حوالين الخلايا وبظل عندنا فقط خمسة لتر تمام؟ هذا طبعا لم يكون مئة كيلو وزن الشخص هذا مش الـ ideal بس أنا أعطيته لأنه سهل سهل من ناحية الأرقام الرياضية تمام؟ بكون خمسة لتر بلازمة تمام؟ طيب إذا كان مثلا الهيماتوكريت خمسين متوقع حجم الدم كله عشرة لتر تمام؟ لأنه نصه آه إذا كان الهيماتوكريت مثلا 0.5 أو 50% رح نلقى إنه مجمل الدم عشرة لتر وتحت هذا البلازمة خمسة لتر تمام؟ هذا إذا كان وزنه مئة كيلو الشخص تمام؟ هذا من ناحية الأشياء المختلفة 20 لتر رح تلقى 15 لتر انترستيشيال وانترافاسكولر ايش؟ آم تمام؟ بلازمة بكون بالعادة بكون ثلاثة لتر في واحد وزنه سرعين كيلو تمام؟ طيب بحكي لك البلازمة من إيش مكونة؟ بلازمة تسعين بالمئة منها عبارة عن ووتر تمام؟ تسعين بالمئة منها ووتر من ناحية الحجم تمام؟ بحكي لك واحد بالمئة منها غير الووتر في عنا إيش آم إن أورغانيك كومبوننت شو يعني؟ ما فيش فيها كاربون زي الصوديوم زي الكلورايد ذايب مثلا الليبيد تمام؟ بروتينات بتحمل الليبيد الغلوكوز فيتامينات غازات هذول كلهن إن أورغانيك برضو جزء من البلازمة فيش يا أورغانيك شو يعني؟ يعني عبارة عن بروتينات آآ مختلفة تمام؟ بلازمة بروتينات زي الألبومين زي الغلوبيولين تمام؟ زي الفايبرينوجين بروثرومبين هذولا عوامل تخثر طبعا الفايبرينوجين بروثرومبين بحكيرك هذولا المكونات أو البروتينات الموجودة بالبلازمة تمام؟ كلهم بتصنعهم بالليفر معادة القاما جلوبيلين بتصنيحها البي اليمفوسايت تمام؟ ليش قاما جلوبيلين؟ لهي الاميونجلوبيلين نعرفه مثلا الآي جي جي تمام؟ هذا منسميه قاما جلوبيلين تمام؟ آي جي أم مثلا الآي جي أم كلنا هذولا قاما جلوبيلين مين اللي بصنعهم؟ هل هو الليفر؟ لا الليفر بصنع كل شيء الألبومين الفايبرينوجين البروثرومبين الألفة أو الأنجوتينسينوجين أي بروتين بخطره على بالك موجوده بالبلازمة بصنعه الليفر معادة القاما جلوبيلين اللي هي أيش الأنتيباديس تمام؟ معادة الأنتيباديس أوكي؟ بتصنيحها البي اليمفوسويتس طيب بحكي لك في عندنا اشي ما يسميه ريشيو البومين تو جلوبيلين ريشيو تمام؟ يعني نسبة الألبومين من ناحية الأعداء أو من ناحية التركيز إلى الجلوبيلين رح نلقى إنه الألبومين بكون 1.2 إلى 1.6 ضعف تمام؟ هاي الريشيو بتكون الألبومين كونه بتصنع بتصنع بالليفر فلما يصير في عندنا لفر سيروسس توقع الألبومين نسبته تقل فبالتالي الألبومين جلوبيلين ريشيو رح تقل ليش؟ مثلا الجلوبيلين رح يظلوا يتم إنتاجه يعني هي بيطلع من بيسلس فسواء صار سيروسس أو ما صار سيروسس بظلوا ثابت بس الألبومين هو بنخفض فبتلقى بنخفض عن مثلا 1.2 مثلا 1.8 تمام؟ هذا بكون يدل على أنه فيه سيروسس أو نفروتيك سندروم شو نفروتيك سندروم؟ نفروتيك سندروم إنه ببساطة تخسر هذا الألبومين بالبول بالوضع الطبيعي الألبومين ما بقدر يدخل داخل البول فبالتالي لما يصير في عندنا الخسارة لهذا الألبومين باليورين نسميه نفروتيك سندروم وهذا برضو بقلل نسبة الألبومين داخل البلازمة الألبومين توجلوبيلين ريشيو فبتلقاها منخفض تمام؟ فإذا الألبومين غلوبيلين ريشيو بتقل في حالات السيروسس في حالات النفروتيك سندروم طيب إذا إحنا أصلا عملنا تحليل لبروتين الموجودات بالبلازمة راح نشوف إنهن وهذا الإشي راح تأخذهه بالبايوكيميستري إنه في عندنا ألفا ون ألفا تو أنواع البروتينات بيتا وقام تمام؟ الألفا ون هو الألفا ون أنتتريبسين اللي هو أخذناه وين بالرس لما حكينا المسافي ديفيشنسي بصير سي أو بي دي هذا بصنعه الليفا برضو تمام؟ يعتبر شو نوع البروتين ألفا ون ألفا تو أنجوتين سينوجين اللي برضو حكينا عنه بالسي بي أس تمام؟ اللي هو مسؤول عن رفع الضغط تمام؟ الدم لما ينزل الضغط البيتا اللي هي تشمو الترانسفيرن هذا الترانسفيرن اللي هو البروتين الناقل للآيرون تمام؟ برضو هذا منعتبره بيتا طيب القاما اللي هي الأنتيباديس اللي هي القاما جلوبيلين اللي بتتم إنتاجها بالبيسلس البيسلس تمام؟ هذولا هين المكونات المختلفة للبلازمة من ناحية البروتين هذولا منعتبره أورغانيك يمثله 9% من البلازمة فإذن 90% مووتر 90% واحد بالمية إن أورغانيك وتسعة بالمية أورغانيك اللي هي البروتينات المختلفة تمام؟ في طريقة مباشرة إنها مطول البلد فوليوم تمام؟ طبعا هذولا سلايدات الدكتورة في طريقة مباشرة ببساطة بحكي لك البلد فوليوم يمثل لك ثمانية بالمية من من البادي ويت يعني واحد وزنه مية كيلو رح نلقى إيش البلد إجمالا يمثل ثمانية كيلو جرام تمام؟ مثلا واحد وزنه سبعين كيلو مجمل الدم هو خمسة بوينت سكس ليتر تمام؟ أو خمسة بوينت سكس كيلو جرام نفس الشيء تمام؟ فمنقدر بكل سهولة مجرد ما نعرف الوزن نعرف قديش البلد فوليوم تمام؟ بهاي المعادلة البسيطة طبعا منقدر نعرف البلد سيلس قديش نسبتهم بأنه بتكون ثلاثة بالمية مثلا واحد وزنه مية كيلو رح تلقى ثلاثة ثلاثة ليتر من البلد سيلس وخمسة ليتر مثلا من البلازما تمام؟ وهكذا فبالتالي بمجرد ما نعرف قديش وزن الشخص منقدر نعرف قديش البلد سيلس وقديش البلازما تمام؟ طيب وهذا بصراحة قانون ما إلو أي داعي بس في حال يعني الدكتورة جابت لكم والله سؤال حل تمام؟ قالت لكم مثلا والله الهماتو كريت لشخص معين 0.5 تمام؟ حسب لي أو البلازما فوليوم مثلا البلازما فوليوم كان على سبيل المثال أربعة ليتر أو خليني نحكي ثلاثة ليتر تمام؟ حسب لي قديش التوتال بلد فوليوم تقسم البلازما فوليوم اللي هو الثلاثة ليتر حالة الهماتو كريت اللي حكينا عنه 0.5 اللي هي كم بطلع في النهاية 6 تمام؟ هيك هذا التوتال بادي التوتال بادي فوليوم هاي طريقة أخرى عشان نحسب فيها إذا ما عطتك الوزن يعني السؤال ممكن يجي بصورتين كيف إنك تحسب البلود فوليوم يعني ما بتقول لك الوزن فبتضرب بثمانية بالمئة بالوزن أو تقول لك لما تكريتوا البلازما فوليوم فأنت تطلع منها التوتال بلود فوليوم طبعا فيه إشي اللي هي وحدة الدم سموها بلود يونيت أو ون بنت تمام؟ يعني بنسمع هذا المصطلح كثير بالمستشفيات والله وحدة الدم يعطوه وحدة الدم وحدة الدم هي عبارة عن خمسمية مل تمام؟ أو بسموها هاف كورت والوان كورت هو وحدتين تمام؟ او تو بلود يونيت تمام؟ حكي لك مثلاً يعني بيقول لك أنت مثلاً دمك مثلاً خمسة ليتر أنت عندك عشرة بلود عندك عشرة وحدات دم كم عنده وحدة الدم عندك عشرة بلود يعني بالعادي لازم يكون دائماً يكون عندك عشرة وحدات عشان تقدر تتبرع بوحدة غير هيك حسب كلام الدكتورة يعني الشخص ما بكون قادر على التبرع بالدم تمام؟ فمثلاً بقول لك واحد مثلاً سبعة ليتر كم عنده وحدة الدم؟ عنده 14% هذا المقصود فيه if you gave twice that you will lose a liter of blood يعني لما مثلاً واحد يتبرع بوحدتين معناته خزر واحد ليتر من الدم تمام؟ half-accord than you need a medical attention بحكي لك في هيك حالات لما خليني أحكي تعطي يعني تكسر ليتر من الدم يعني واحد وزنه أقل من 100 pounds اللي هو تقريباً أقل من 50 كيلو يعني ما بقدر يتبرع بالدم لأنك أعطيت أكثر من 10% في حالة واحد وزن مثلاً 50 كيلو إذا بدك على سبيل المثال أن تحسب البلد بلازمة بتشوف قديش عند الشخص دم اللي هو البلد فوليوم بتضربه بنسبة البلازمة مثلاً 55 مثلاً بدك تحسب قديش بلد سيلز بتضرب ب45 بتطلع لك حجم الخلايا الدم الموجودة بجسمك طبعاً الآن نجي على بعض المعلومات المتعلقة بالHistology of RBCs الـ RBCs هي فعلياً بايكون كيف بايكون كيف ديسك شو يعني؟ يعني هي مقاعرة من الجانبين ملاحظين كيف؟ زي هيك شكله تمام؟ حكي لك هال يعني هيك شكله تمام؟ هيك شكل الـ RBC مش كرة هي مش كرة أبداً يعني بسموها كريات دم حمراء وهذا الحكي مو صحيح تمام؟ هي مش كرة هي مش سفيروسايت بسموها سفيرو يعني كروية الشكل هي مش كروية بايكون كيف كي لك كونها بايكون كيف هذا بعطيها خليعك فلكسابيليتي قدرة على الانطواء مثلاً هون زي ما احنا ملاحظين أثنان دخلت بكابلاريس تمام؟ دخلت بكابلاريس بتقدر تطوي حالها وتدخل تمام؟ فالبايكون كيف ديسك كونها هاي الـ RBC بايكون كيف طبعاً هذا السلايد أنا أضفته تمام؟ أضفته وأضفت عليها المعلومات المهمة الدكتور ذكرتها معلومات ما ذكرتها بس كثير مهمة إنها ذكرت تطبيقات عليها بدون ما تشرحها تمام؟ أنه ببساطة الـ RBC هي بايكون كيف يعني أخل نحكي زي هيك مقاعرة من الجانبين تمام؟ هاي وظيفة إلها أهمية كبيرة بأنها تقدر الـ RBC تمر بالكابلاريس تقدر تحشر حالها وتنطوي تمام؟ غير هيك لو كان شكلها كروي صعب تحشر حالها تمام؟ فهاي بتعطيها فلكسابيليتي بتقدر تجري بالكابلاريس بسهولة تمام؟ الإش الثاني إنه أنت قاعد بتزيد السيرفيس أريا لما خليتها بايكون كيف بهاي الشكل تمام؟ أنت عطيتها عطيت الـ RBCs سيرفيس أريا كبيرة عشان تتعرض للأكسوجين والـ CO2 تمام؟ المعلومة الكثير مهمة عن الـ RBCs إنها ما إلها أي نيوكليس تمام؟ نيوكليس بيتم انتخلص منها بالـ bone marrow تمام؟ هاي معلومة مهم تمام؟ هي فعليا عبارة عن bag of hemoglobin عبارة عن كيس مليان hemoglobin تمام؟ تمام؟ الـ RBC عمرها 120 يوم تمام؟ عمر الـ RBC 120 يوم بعد هيك الـ Spleen داخله Macrophages بتوكل هاي الـ RBCs حتى لو أول واحد كان شاي الـ Spleen الـ RBC بتموت بعد 120 days anyway تمام؟ طيب كونه بحكي لك عمرها 120 يوم صاروا يستخدموا هاي المعلومة بفحص السكري التراكمي الـ HPA1C تمام؟ يعني أي ناس مثلا عنده حدا عنده سكري أبوه جد وكذا عنده سكري فيه بقول لك دائما السكري التراكمي هو بعبر لك كم كان السكر منتظم خلال الثلاث أشهر إلى الأربعة أشهر هسا ليش الثلاث أشهر إلى الأربعة أشهر؟ بحكي لك ببساطة الـ Hemoglobin هذا الـ Hemoglobin إذا كان السكر عالي بروح بتفاعل مع الـ Glucose بروح بتفاعل مع الـ Hemoglobin بظله ملزق فيه تمام؟ فبالتالي الفحص هذا بحص لك كم يمغلوب مرتفط فيه Glucose متوقع هذا بعبر لك عن آخر ثلاثة إلى أربعة أشهر كم كان السكر منتظم ليش؟ لأنه بعد الثلاث أشهر الـ RBC سيصير لها تدمير وغلوكوز برضو رح يتدمر فبالتالي دائما الفحص تراكمي بقول لك ثلاثة إلى أربعة أشهر المميز بالـ RBC برضو أنه فيش فيها Mytochondria فيش فيها Organyls تعتمد على Anerobic Glycolysis طبعا الـ RBC ملياني هيمoglobin لها شكلين الـ RBC من ناحية العمر يعني Mature اللي هي هاي الـ RBC هاي منسميها Mature RBC قادرة تفنكشن نورملي تمام؟ وفيه أنه immature اللي نسميها Reticulocyte تمام؟ اللي هي هاي شكلها تمام؟ هاي فيها Ribosomes فيها زي تنقيطات هاي نسميها Immature Cell Immature RBC أو نسميها Reticulocyte تمام؟ طبعا زي ما حكينا Byconcave في عنا مرض مسميه Hereditary Sphereocytosis رح تخطوه بالـ Pathology إنه ببساطة الـ RBC بتتحول من كونه Byconcave إلى Sphereocytes تمام؟ كروية الشكل وهذا بحد ذاته مرض ممكن يعمل Heemolysis تمام؟ بعملي لك Heemolysis بسبب إنه شكل الخلايا تعاتي الـ RBC يختلف تمام؟ لازم يكون متفقين على هذا الشيء طيب مش حكينا الـ RBC يعني إحنا قاعدين متدراج شوي شوي حكينا إنه مجمل حجم الـ RBC من مجمل Blood نسميه الـ Hematocrit وبالعادي بكونها 45 حكينا الـ RBC كيف ميزاته وغيره حكينا إنه في النهاية هي زي كانها Bag of Hemoglobin الـ Hemoglobin هذا شو وظيفته؟ أنه يحمل الأكسجين تمام؟ هو مكون هذا الـ Hemoglobin من ثلاث مكونات أساسية تمام؟ المكون الأول اللي هو الـ Hemoglobin من اسمه Heem يعني جزء Heem تمام؟ Heem Group الـ Heem هذا من شو مكون؟ من جانبين Iron و Protoporphيرين نسميه تمام؟ زي حلقة تمام؟ الحلقة هاي نسميه Protoporphير Protoporphيرين مع الآيرون بيعطيك جزء Heem تمام؟ والثاني هو Globin الـ Globin شو هو؟ Protein تمام؟ Protein بحمل إيش؟ بحمل جزء Heem بحكيلك الـ Globin هو عبارة عن 2-4 Chains تمام؟ 2-Alpha Chains وهذه ولعا إلهم جينات و 2-Beta Chains إلهم كمان جينات 2-2 بيعطيك أربع جزيئات والأربع جزيئات هذه من الـ Protein يكون في كل واحدة منهم Heem Group تمام؟ 4-Protoporphيرين مع 4-Iron طبعا لازم يكون الـ Iron بالفرس 4 الفرس اللي هو في E plus 2 عشان يكون قادر على حمل الأكسجين تمام؟ فإذن شو الـ Component تعله هيموغلوبين؟ هيموغلوبين هو موجود بكمية كبيرة وين بالـ RBC تمام؟ هيموغلوبين مكون من Globin Chain و Heem Group تمام؟ هيموغلوب من شو مكون؟ من Iron والحلقة هاي من المركبات نسميها Protoporphيرين ستأخذوها بالـ Biochemistry كيف تتكون وكيف تشكل تمام؟ Porphyrin Porphyrin & Iron هذا هيموغلوب نسميه وغلوبين Chain هي عبارة عن أمين و أسد سيكون زي A protein تمام؟ في عنا 2 ألفا Chains و 2 بيثا Chains تمام؟ في فاحص كثير مشهور ورح تتعرضوا إليه كثير اللي هو الـ CBC أو Complete Blood Count تمام؟ طبعا أنا أعاد التفريغ الحكي اللي موجود بالـ Slide حطيت لكم بهذا الـ Slide عساس يكون الموضوع مرتب بس بمحكم تمام؟ هو نفسه الـ Slide تعديد الدكتورة طيب الـ CBC أو الـ Complete Blood Count في عنا كثير كمبوننت إلو تمام؟ يعني لما تمسك ورقة ويقول لك والله هذا الفحص الدم الاعتيادي اللي هو الـ CBC اقرأ إليه فيه كمبوننت كثيري بس ذور أهم كمبوننت أولي شيء الـ Hemoglobin Concentration كم يسموها باللغة العامية قوة الدم تمام؟ والله بقول لها قوة دم 14 قوة دم 12 شو للقوة الدم؟ مقصود فيها كم تركيز جزي الـ Hemoglobin داخل الدم تمام؟ يعني لو أخذت 100 ملي من الدم يعني دي سي لتر أخذت مثلا 100 ملي من الدم قديش إذا إذا استخلصت الـ Hemoglobin كله قديش بطلع هذا المقصود بالـ Hemoglobin جرام بير دي سي لتر من الدم تمام؟ بحكيلك بالـ Hemoglobin بكون ما بين 14 إلى 17 الأفريج بكون 15 تمام؟ بينما في الفيميل ما بين 12 إلى 15 والأفريج 13 طبعا ليش في الفيميل أقل؟ طبعا لسببين أساسيات أول سبب أنه الفيميل عندها دائما منيسترال بليدينج كل شهر تمام؟ الإش الثاني وهو الأهم بصراحة إنه التوسوسيرون في الميل بحفز البون مروع عشان يطلع RBCs أكثر لأنه الرجال بدهم مجهود عضلي أكثر وكذا فبالتالي بدهم الباصات اللي بتحمل الأكسجين بشكل أكبر تمام؟ هذا بالنسبة لـ Hemoglobin تمام؟ Hemoglobin بكون في الميل أكثر لهذه السببين السبب الأشي الثاني اللي بتلقاه في الـ CBC هو المين سيل فوليوم أو المين كورباسكولر فوليوم أو الـ MCV اللي هو حجم خلية الـ RBC الوحدة وهي كثير ضروري كثير ضروري لما تأخذه بالـ بالباثولوجي شو هي الأنيميا تمام؟ أو فقر الدم يعني إحنا بـ نقسمها بناءً على هذا بناءً على حجم الـ RBC والله واحد معه أنيميا كان حجم الخلايا صغير تخلينا نفكر بأمراض معين أنيميا مع حجم خلية الدم كبير نفكر بأمراض معين إذا كان حجم الخلايا طبيعي برضو ما نفكر بأمراض معين فهي الـ NCV من الفحوصات الكثير مهمة تمام؟ يعني نقول قديش حجم الـ RBC قديش الـ Average تاع الـ RBC تمام؟ طبعاً حجم الـ RBC منقيسه بالـ FIM 2L تمام؟ 10 ناقص 15 من الليتر هذي حجم الخلية الوحدة من الـ RBC طبعاً أحجام الخلايا تاعتي الـ RBC مش وحدة يعني هي مش زي قالب أو كل نفس الشيه هذا الـ Average MCV هو الـ Average كديش الـ Average؟ طبيعياً يكون 80 إلى 100 إذا كان أقل من 80 نسميه Microcytic تمام؟ Microcytic أو Microcytosis إذا كان أعلى من 100 نسميه Microcytosis وإذا كان من 80 إلى 100 نسميه Normocytic تمام؟ Normocytic RBC يعني تمام؟ في مصطلح ثاني نسميه MCHC أو Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration شو هذا الـ MCHC؟ بحكي لك قديش كل خلية RBC فيها كمية من الـ Hemoglobin تمام؟ طبعاً بنحسبها الـ Hemoglobin على الـ Hematocrit ضرب 100% بطلع لك قديش تمام؟ ضرب 100% بطلع لك قديش؟ بحكي لك الميل بالعادي 33 جرامبير DC الدكتورة ما دققت عليها كثير بس يعرفوا تعريفها قديش تركيز لـ Hemoglobin بخلاية الدم حمراء واحد تمام؟ الـ RBC Counts اللي هي عداد خلايا الدم الحمراء تمام؟ مثلاً في الميلز بتكون من 4.5 إلى 6 في الميلز من 4 إلى 5 مليون تمام؟ هاي برضو بنطلع عليها فيه اشي يسميه Red Cell Distribution Width شو يعني؟ حكي لك بما انه انت حكيتلني يا دكتور انه احجام الخلايا تعاتي الـ RBCs مش وحدة تمام؟ هذا زي كأنه رقم بعبرين لك قديش في اختلاف في احجام الخلايا الدم الحمراء تمام؟ يعني لما تكون مثلاً أحجام الخلايا مثلاً تسعة وتسعين ثمانية وتسعين ثمانية وتسعين سباعة وتسعين كلين فيه اطار القراب من بعض تمام؟ نتوقع Red Cell Distribution Width مدى يعني تنوع الخلايا بنلقاه قليل تمام؟ والله بتلقاه مثلاً 2 بالمية مثلاً أو مثلاً 15 بالمية تمام؟ اشي قليل؟ طيب إذا كان على سبيل المثال أو 10 بالمية عفواً افرض على سبيل المثال احجام الخلايا لا مختلفة مثلاً مية وتسعين سبعين يعني فيه اختلافات كبيرة باحجام RBCs بتلقى Red Cell Distribution Width عالي تمام؟ فهذا بعبرين لك قديش في اختلافات في احجام الخلايا تمام؟ اللي هو Coefficient Variation of Red Cell Volume يعني حجم الخلية قديش مختلف كل خلية عند الثاني تمام؟ وهذا كثير مفيد في التشخيص الأمراض المختلفة تمام؟ لما يكون عندنا Red Cell Distribution Width أكثر من 14 ونص عماناته الـ Variation عالي في اشيء منسميه Anisocytosis Anisocytosis اللي هو انه احجام الخلايا الـ RBCs مختلفة عن بعضها البعض تمام؟ لما يكون عندنا مثلاً 16 17 18 هذا يسميه Anisocytosis وهي تدل على Nutritional Deficiency يعني الـ يعني ممكن تكون Iron Deficiency اكتبوها عندكم Iron Deficiency B12 Deficiency Follate Deficiency هذولاً منسميهن Nutritional Deficiency بينما في الثلاثيميا لا تلقاء حجام الـ RBCs متقاربة من بعضها البعض فانت تقادر على تمييز هل هي ثلاثيميا أو Iron Deficiency Anemia بجرد ما تشوف الـ Red Cell Distribution Width وهذا الشيء منستخدمه كثير بالمستشفيات منطلع الـ Red Cell Distribution Width وكان عنده أنيميا مثلاً منصني نفكر كان مرتفع مثلاً الـ Red Cell Distribution Width منفكر بهذه الثلاث أمراض مثلاً وهكاً تمام؟ هناك أشيء اللي منسميه الـ Hematocrit زي ما حكينا أو Packed Cell Volume أو PCV إنه قديش نسبة الـ RBCs من مجمل الدم تمام؟ في الميل بكون 45% في الفيميل بكون 40% طبعاً ضروري كثير نعرف إنه شو المكان اللي بتصنع فيه خلايا الدم المختلفة تمام؟ يعني سواء Red Blood Cells أو White Blood Cells أو Platelets وفعلياً بالوضع الطبيعي بتصنعه بالبون مارهم تمام؟ بالبون ماره هذولا منسميهم Primary Hematopoeutic Organs تمام؟ اللي هو المكان تصنيع الخلايا الدم المختلفة RBCs أو WBC أو Platelets تمام؟ In Normal Situation Synthesized Acid Blood Cells بالوضع الطبيعي بس البون ماره هو اللي بصنع هذول الخلايا رح تتعرفوا في الـ Pathology إنه بقولك أحياناً Organs بالوضع الطبيعي ما بصنعوا خلايا دم حمراء بصيروا يصنعوا في حالات معينة تمام؟ إذا صار في عنا Increased Demand شو يعني Increased Demand؟ Increased Demand يعني احتاج الجسم إنه يصنع خلايا دم كثيرة فببلش أورغن ثاني تساعد البون ماره في تصنيع هذول الخلايا مسميه Secondary Hematopoeutic Organs تمام؟ في الوضع الطبيعي Normal Situation Does Not Synthesize Blood Cells بس بزيداً في حالات Increased Demand of Hematopoeusis شو يعني Hematopoeusis؟ هذا مصطلح يعبر لك عن عملية تصنيع الخلايا الدم المختلفة تمام؟ داخل البون ماره عملية تصنيع هذول الخلايا مسميه هematopoeusis طبعاً في الضروري كثير نعرف إنه قبل الولادة كل الخلايا الدم المختلفة بتم تصنيعها بالليفر والسبلين بعد الولادة من أول ما تبلش الولادة ببلش إيش؟ البون ماره هو اللي يمسك زمام الأمور تمام؟ هو اللي بيمسك زمام الأمور والليفر بوقف التصنيع زي ما حكينا لأنه هو secondary hematopoeutic organ طيب بحكي لك داخل خلايا داخل البون ماره في عنا الأم الكبيرة اللي هي Blood Stem Cell بحب أشبهها بحدى خريج تمام؟ بخريج طب تمام؟ Blood Stem Cell يعني لسه ما تخصصت تخصصت هو خلص طبيب عام تمام؟ طبيب العام هذا ممكن عنده مسارين والله يروح جراحات يصير lymphoid stem cells أو يروح مثلا تخصص باطن تمام؟ يصير myeloid stem cell وبعدين هذا بعد ما يصير خصائي باطني ممكن يروح يتخصص كلا مثلا أو ناس ثاني يروح يتخصص قلب وهكذا تمام؟ كلهم دارسين طب يعني طالعين من Blood Stem Cell واحدة تمام؟ بس صار لهم تمايز زي الدكاتري بتمايزوا في ناس بروح جراحة وناس بروح باطنية تمام؟ فكل الخلايا أو كل البون ماره مليان Blood Stem Cell بولش يتحول ويتمايز حسب الحاجة تمام؟ حسب الحاجة والله سوق العمل بده طباء باطني بزيد عنه تصنيع ايش؟ أو تخريج على طباء الباطن هم في النهاية كلهم Stem Cell Blood Stem Cell دكاتري مخلصين من كله الطب تمام؟ فصير تمايز حسب ايش؟ حسب الحاجة طيب في عندنا ميلويد Stem Cell وفي عندنا ليمفويد Stem Cells الليمفويد Stem Cells رح تصير ايش؟ ليمفو بلاست بعدين رح يصير ليمفو سايت تمام؟ فمرجعهم واحد اللي هو كانت في البداية Blood Stem Cell نفس الشيء هون ميلويد Stem Cell رح يصير ميلويد Stem Cells رح تصير عن لك RBC رح تصير عن لك Platelets رح تصير عن لك Neutrophils تمام؟ فبالتالي Blood Stem Cell بتطلع لك كل انواع الخلائي تمام؟ نسميها Pluripotent Pluripotent Stem Cell بتكون موجودة بالبون مارو قادر انها طبعا Pluripotent بعدين رح تتمايز وتصير Multipotent يعني زي مثلا هذا خريج طب وهذا طبيب امتياز بعد ما خلص امتياز صار Multipotent قادر انه يروح يتخصص بالدية يعني ما ميلويد لينيج بنسميها هذا ميلويد لينيج وهذا ليمفويد لينيج بطلع لينفوسايد تمام؟ هذا بطلع لك RBC Platelets و Granulocytes تمام؟ فاذا الـ RBC من وين بتطلع؟ من الميلويد Stem Cell المشمل للمفويد هاي فعليا سلايد برضو انا اضافته يعني الدكتورة ما جابت سيرته بس كثير ضروري عشان نفهم القصة كله تمام؟ فعليا البون مارو هو اللي بصنع الإيرثروسايتس تمام؟ بتطلع من البون مارو ماتشور RBCs فش فيها نيوكلياس بتظلها تلف وتخدم الجسم بتحمل O2 CO2 كذا بعد 120 يوم بتصير هريمة تمام؟ بتصير خلاص انتهى عمرها بيجي الـ Spleen والليفر عن طريق الماكروفيجز بيبتلع الـ RBCs اللي هي قديمة وبصير لها Recycling طلعا طبعا الهيم والهيموغلوبان رح يتكسب ويرجع رح يصير له Recycling زي كأنه يعاد التدوير لهذا الـ Component اللي تكسرت تمام؟ وبتم تصنيع إيرثروسايتس جديد من البون مارو وهكذا هاي دورة حياة الـ RBCs تمام؟ احنا عرفنا ان البون مارو هو اللي بصنع يعني بكون جواته Stem Cells Pluripotent Stem Cells أو Multipotent Stem Cells بتتحول لـ Myeloid ومن المايلويد بتتحول لـ Erythrocytes تمام؟ بحكي لك لكن في عنا الـ Growth Hormone بيحفز الـ Stem Cells هاي انها تكون مور RBCs تمام؟ هو بروتين نسميه Erythropoietin تمام؟ عبارة عن Growth Factor بنفرز من وين؟ بالعادي من الكلية من الكيدني بنفرز هذا الـ Erythropoietin وبروح على خلايا البون مارو عشان يصنع RBC أكثر تمام؟ و Growth Factor that stimulates Synthesis of RBCs من وين بتم انفرز هذا الـ Erythropoietin اللي بزيد انقسامات الـ Erythrocytes وبالتالي بصنعه مقلباً أكثر وهكذا؟ بحكي لك من الـ Interstitial Cells of Peritubular Capillary Bed in the Cortex of the Ash of the Kidney تمام؟ يعني بطلع من الكيدني تحديداً منطقة الكورتكس القشرة تاعة الكيدني تمام؟ في الـ Peritubular حوالين tubules تاعة الكيدني متى هذا الـ Erythropoietin؟ أو شو العوامل اللي بتتحكم بإفراز الـ Erythropoietin؟ بحكي لك والله إذا كان الجسم يعاني من هايبوكسيميا واحد مثلاً عنده COPD تمام؟ عنده مثلاً أزمة حتى تمام؟ أي مشاكل تنفسية بتقلل الأكسجين داخل الدم واحد بدخن حتى دخان بقولك دائماً المدخنين الـ Hymoglobin عندهم عالي ليش؟ لأنه بنفرز الـ Erythropoietin تمام؟ بسبب الـ Hypoxemia وببلش انقسامات الـ RBC تكثر بسبب إفراز الـ Erythropoietin هذا من الـ Hypoxemia عشان يعوض نقص الأكسجين بصير يصنع RBC أكثر تمام؟ Decrease O2 Saturation برضو High altitude، ليش؟ على المرتفعات نسبة الأكسجين بتكون قليلة فبصير يعوض الجسم هذا الشيء بأنه يصير في عنا هايبوكسيميا فالكيدني صير تصنع الـ Erythropoietin كثير اللي هو عبارة عن growth factor والـ Stimulate RBC Synthesis تمام؟ مثلاً صار في عنا left shift للكيرف برضو نفس الشيء راح يفرز الـ Erythropoietin هسه أحياناً هذا الـ Normal cells يعني بالوضع الطبيعي هسه بعض أنواع الـ Cancers بفرزوا Erythropoietin فبتلقى لهيك بقولك دائماً بخافوا إنه قوة دم الواحد مثلاً عشرين بقولك اللي مقلباً عنده عشرين بفلش الواحد يخاف إنه ممكن تكون والله رينالسيل كارسينومة مشكلة بالـ Kidney tumor هو بفرز الـ Erythropoietin فلهيك تزاد الـ RBCs إلى هذا الحد إلى عشرين وواحد وعشرين نشوه أو ممكن يكون cancer B liver أو renal cell carcinoma لأنه هذول بفرزوا Erythropoietin فممكن نعم ينفرز مش بس من الـ Hypoxemia هذول لا من renal cell carcinoma ومن renal cell carcinoma وصاروا يصنعوا دواء Erythropoietin مرضى الفشل الكلوي دائماً بقولك والله دائماً دائماً بنقلوا دم أو عندهم مشاكل دائماً فقر دم شو السبب في هذا الاشي؟ لأنه الكلية حرفياً مضربت عنده تمام؟ اللي هي يفترض أنها بتصنع الـ Erythropoietin فشو بصير عندنا؟ عندما يصير عندنا فشل الكلوي عند المريض واحد بيغسل كذا رح تلقى عنده أنيميا ليش؟ لنقص تصنيع growth factor اللي هو الـ Erythropoietin فلذلك هذول مرضى للفشل الكلوي نعطيهم بالعادي دواء EPO منسميه أو Erythropoietin تمام؟ دواء artificial منصنعه منعطيها على أساس إيش؟ يحسن الأنيمية اللي صارت عنده تمام؟ هسا في بعض الرياضيين بيستغلوا هذا الشيء كيف بيستغلوا هذا الشيء؟ بيحقينه حالاً في Erythropoietin عشان يصنعوا RBCs أكثر ويقدر يبذلوا مجهود رياضي بشكل أحسن تمام؟ Increase energy طبعاً هذولا من الأشياء الممنوعة بالأولمبيات وكذا بصيروا يدققوا هل بواخذ Erythropoietin أو لا تمام؟ ممنوع هذا الشيء على الرغم أنه الريثروبويتين واضي بس الهيموغلوبين تلقى مثلاً واصل 21 على الرغم أنه الريثروبويتين مش منتفع زي في حالات الايبوكسيميا وهاي التوتيود وغيره بيحكي لك السبب أنه في عنا Malignant disease بالبون مرو تمام؟ يعني الـ RBCs تنقسم بسبب وجود سرطان معين تمام؟ رح تأخذوه أنتو سمني Polycythemia vera تمام؟ هذول من الـ New Plastic Condition of the bone marrow بصير فيه انقسامات للـ RBCs بدون وجود الإيرثروبويتين حتى الإيرثروبويتين تلقى واضي تمام؟ لأنه أصلاً الكيدني بتقول لك أنا عندي RBCs كفائية فهي بتوقف تصنيع بس السبب هو نيو بلايجر رح تأخذوه أكثر إن شاء الله بكل ما تتقدمه بالميديون بمحاضرات الـ Pathology بس لأن الدكتورة كانت حطيته بالسلايد إنه Low-Erythropoietin و High-RBCs بتصير في حالات Polycythemia vera اللي هي New Plagia يعني انقسامات غير مسيطرة عليها للـ RBCs نيجي الآن لمراحل تكوين الـ RBCs حكينا بتكون في البداية Pluripotent Stem Cell بعدين بتصير Multipotent Stem Cell بعدين إيش؟ بتصير عنا إشي نسميه Erythroblast تمام؟ Erythroblast اللي هي خلايا فعلياً فيها Nucleus وبتبلش تصنيع Hemoglobin وبصير الـ Maturation ناحظين كل ما نتقدم أكثر كل ما الخلايا بتصير حجمها أصغر وتخسر الـ Nucleus بتاعه هايك مراحل تصنيع الـ RBCs في البداية بتكون Nucleated حسب الكلام الموجود بـ Slyde الدكتورة بنسميه Prothroblast Normoblast تمام؟ طبعاً فيها أكثر من مراحل بعدين بتصير Reticulocytes اللي حكينا عنها تمام؟ فيها Ribosomes هاي Immature RBCs المature RBCs فش فيها حتى الـ Ribosome هذول فإذاً Reticulocyte هي زيك أنها مرحلية مرحلة موقتي ما بين Nucleated والMature RBCs هل ممكن نشوف بالـ Circulation Reticulocyte بيحكي لك نعم ممكن نجد نجد Immature RBCs دخل الـ Circulation بس بصير بعدين إلها يعني Reticulocyte لما تطلع من البون مرو تقعد 24 ساعة بعدين بتتحول إلى Mature RBCs تمام؟ في البداية بتكون Nucleated RBCs هاي موجودة فقط بالـ Bone Morrow هاي تمام؟ بتلقاها بس بالـ Bone Morrow لما تصير Reticulocyte بتطلع من البون مرو وإيش بتروح؟ بتروح على الـ Circulation بعد 24 ساعة بتصير Mature RBCs تمام؟ بحكي لك Reticulocyte بتطلع من البون مرو للـ Peripheral Circulation بحكي لك نسبة Reticulocyte من مجمل للـ RBCs بيعبر لك كيف فعلياً قاعد بصير Erythropoiesis تمام؟ يعني نفرض عندنا 100 RBCs تمام؟ لو كان مثلاً شخص طبيعي مثلاً يفترض يلقى بس two Reticulocyte على سبيل المثال تمام؟ إذا لقيت عند هذا الشخص من المية خمسة Reticulocyte فمعناته فعلياً البون مرو قاعد بصنع كثير RBCs لدرجة أنه صار يطلع Reticulocyte بشكل أكبر تمام؟ فبتلقى لما يكون عندنا مثلاً خمسة بالمية Reticulocyte معناته في عندنا قاعد بصير تصنيع للـ RBC بشكل كبير لتعويض نقص ما وكي يكون مثلاً قاعد RBC واحد مثلاً فقط دم كثير بعد مثلاً يوم يومين رح تلقى عنده Reticulocyte عالي ليش أنه بدي عوضى الدم اللي نقص؟ تمام؟ فبتعطيك فكرة قديش في نسبة Reticulocyte بالدم لأنه قديش فعلياً بصير في عندنا Erythropoiesis عملية تكوين الـ RBCs تمام؟ تمام بعدين الشكل الثالث هو الماتشور بكون Non-Nucleus بنسميه Erythrocytes تمام؟ هاي هي الـ Functioning RBCs اللي هي الـ Erythrocytes تمام؟ نيجي الآن لموضوع ثاني وهذا موجود بـ Slider الدكتورة اللي هو Reticulocyte Values تمام؟ تمام؟ زي ما حكينا Reticulocyte هي Form of Immature Cells و أعدادها داخل الـ Circulation بتعبر إلى قديش في عندنا عملية Erythropoiesis أو قديش نشاط البون مارو في تكوين الـ RBCs تمام؟ فبمجرد ما نشوف أعدادهم نحن قادرين على ما عرفت قديش في عندنا عملية Erythropoiesis لسه في عندنا مصطلح أول نسميه Reticulocyte Count تمام؟ أعداء أو نسبة الـ Reticulocyte مقارنة بمجمل الـ RBCs فلو كان عندنا مثلاً 100 RBCs وكان عندنا مثلاً 2 Reticulocyte و 98 mature نسميه نقول النسبة إنها 2% هاي بنسميه Reticulocyte Count تمام؟ تمام؟ بحكي لك هاي النسبة إنه نقول والله 2% من مجمل الـ RBCs هي Reticulocyte هذا ما بعضيك فكرة دقيقة عن مدى نشاط البون مارو ليش؟ بحكي لك نفرض واحد مثلاً ومثلاً عنده خلينا نحكي هون أربعة ثمانية تمام؟ ثمانية ثمانية خلينا نحكي 8000 RBCs تمام؟ وعنده في الـ Circulation تمام؟ من هذول الثمانة آلاف ألف Reticulocyte تمام؟ فإذا طلعت الـ Count طلعت النسبة بتطلع 12.5% تمام؟ 12.5% هذا ما نسميه Reticulocyte Count يعني 12.5% من الـ RBCs هو عبارة عن Reticulocyte تمام؟ في حين شخص ثاني عنده 4000 RBCs تمام؟ وعنده نفس الشيء نفس العدد من Reticulocyte عنده ألف Reticulocyte رح تلقى إيش؟ لما تيجي تحسب 25% تمام؟ 25% من الـ RBCs تابعونه Reticulocyte Count بتكيلك على الرغم من كونه تم البون مارو طلع لك ألف Reticulocyte يعني نشاطه واحد لكن القراءة قالت لك أنه هذا نشاط البون مارو ضعف هذا تمام؟ في تصنيع الـ RBCs شو السبب أنه فعلياً الرقم هذا عال من هذا؟ مش لأنه البون مارو نشيط وطلع Reticulocyte أكثر لا هو لأنه أصلاً RBC عداده قليلي بالـ Circulation فلما طلع إلاك ألف تبين كما لو أنه Reticulocyte عالية وبالتالي Reticulocyte Count فبالتالي Reticulocyte Count حداته مش رقم دقيق لتنبؤ في مدى نشاط البون مارو لأنه برضه Reticulocyte Count باعتمد على قديش عداد الـ RBC اللي أصلاً موجوده ففي حالات الأنيمية واحد عنده نقصان بالـ RBCs بعداد الـ RBCs رح تلقى Reticulocyte Count عالي عالي عن رغم أنه ممكن نفس العدد من الـ RBCs تم إنتاجه من البون مارو حتى زي شخص طبيعي لكن ظهر كما لو أنه هذا لهيك يعتبر Reticulocyte Count مش دقيق في التعبير عن مدى نشاط البون مارو في تصنيع الـ RBCs تمام؟ لأنه حكينا Reticulocyte بتعبر لك قديش هذا بس هذا الـ Value اللي هي Reticulocyte Count مش دقيق طيب كيف نعمل؟ عشان نعوض هذا المشكلة اللي صارت نعمل إشي نحسب إشي نسميه Corrected Reticulocyte Count شو يعني؟ نستثني نستثني العامل تاع قديش فيه RBCs أصلاً عشان نحدد قديش فعلياً تم تصنيع Reticulocyte هاي منسميها Corrected Reticulocyte شو بنعمل؟ Reticulocyte بعد ما نطلع النسبة بتاعتها مثلاً 12.5 هون أو 25% هون خلص هذا Reticulocyte Count طيب Corrected Reticulocyte شو رح نعمل؟ نقسم الهيماتوكريت عن Normal-هيماتوكريت تمام؟ تاع المريض مثلاً الهيماتوكريت تاع المريض 30 والNormal-هيماتوكريت 40 تمام؟ فشو بطلع لك؟ أو عفواً 45 Normally 45 حكينا فشو بتلقى؟ بتلقى مثلاً 2 على 3 وبتضربها بالcorrected بتضربها بالعفواً بالReticulocyte Count مثلاً كانت مع سبيل المثال 25% شو بطلع عندك؟ تمام؟ بطلع عندك تقريباً يعني نقول مثلاً 18 بالB هيك شيء تمام؟ 18 بالمية عا سبيل المثال تمام؟ أو 17 هيك شيء هذا منسميه corrected Reticulocyte Count هاي فعلياً أدق يعني صرنا دقيقين نوعاً ما إنه إذا صار عندنا أنيميا لما نعمل correction للReticulocyte رح تلقى إنه الرeticulocyte Count الفعلي أقل من هيك تمام؟ فتلقى مثلاً هذا الشخص اللي قلنا ما عنده أنيميا تمام؟ عنده 12.5 بالمية والهيماتو كريت تاعه 45 ف45 على 45 يساوي 1 ضرب الـ 12.5 بطلع لك 12.5 تمام؟ بينما هناك مثلاً لا بتكون مثلاً هيماتو كريت نفس الشيء يعني 12.5 فبتلقى إنه corrected Reticulocyte في الحالتين متساوي تمام؟ وهذا الفعلياً بعبر لك عن activity تاعت البون مارو الفعلي يعني منتوقع قصدي إنه إنه بعد ما نعمل correction Reticulocyte Count إنه تلقى القيمة نفسه وحدة اللي هي قيمة Tabbed تمام؟ شو مختلف أعداد الـ RBC؟ بعكس Reticulocyte Count اللي هي ما زي ما شفنا إنه مختلف الرقم البطلع على الرغم إنه نشاط البون مارو 1 تمام؟ فإذاً corrected Reticulocyte هي أدق في حساب قديش البون مارو active في تصنيع الـ RBC مش حكينا إنه بدها فعلياً Reticulocyte داخل circulation بدها 24 ساعة عشان تتحول إلى mature تمام؟ mature RBC بحكي لك هاي القيمة أو عدد الأيام اللي بتحتاج عشان يصير تصير Reticulocyte Normal Blood Cells تختلف تمام؟ تختلف حسب الهيماتو كرت فواحد الهيماتو كرت تتاعه 45 هتلقى إنه بتحتاج يوم عشان تتحول اللي هي 24 ساعة بينما واحد خمسة وثلاثين بحتاج يوم ونص واحد خمسة وعشرين بحتاج يومين وخمسة وعشرين بحتاج يومين ونص فالقيمة هاي مشتابتي تمام؟ وزي ما حكينا المature Red Blood Cells هي القادرة على الـ Function تمام؟ فلذلك برز مفهوم سميه Reticulocyte Production Index تمام؟ إنه قديش البون مارو كان كومبنسيت واحد عنده أنيميا وذي ماتشور RPC في اليوم الواحد تمام؟ يعني بنقسم الـ Reticulocyte الـ Corrected Reticulocyte CRC نقسمه على عدد الأيام حسب الهيماتو كرت والله كان 45 الهيماتو كرت تاعه نقسم على واحد فنفسه اللي هي الـ Reticulocyte Production Index نفسه Corrected Reticulocyte يعني هي الدكتورة هيك حكيت عنه Reticulocyte Production Index إنه نقسم بس CRC نقسمه على عدد عدد الأيام عشان يقول له قديش في اليوم الواحد كان بون مارو كومبنسيت تمام؟ والله بحتاج مثلا يوميا نقسم CRC على اثنين تمام؟ وهكا فالقيمة هاي اللي بتطلع من سميه Reticulocyte Production Index هو طبعا Best Indicator قديش البون مارو فعال في تعويض الأنين هذا هو السلايد تعديد الدكتورة تحكي لك عن Reticulocyte إنه هي شكلها من الداخل داخلها إشي لونه طبعا Blue بكون زي Network تمام؟ بكون زي الشبكة بكون حجمها Large زي ما حكينا كلما تكون السل immature بكون حجمها أكبر وبلوجت سايتو بلازم لونها أزرق بصير لها maturation خلال 24 ساعة الماكروفيج طبعا هي اللي بتخليها maturation بتبلع هاي الـ content هاي اللي روحنا أزرق حكينا بتكون ribosome فبتصير mature cell بكي لك نورمالي بكون مجمل Reticulocyte من كل ال RBCs بتكون أقل من ثلاثة بالمية تمام؟ بالعادي من واحد إلى اثنين بالمية هذا بشكل طبيعي تمام؟ طبعا إذا إذا واحد صار عنده أنيميا تحديدا الـ hemolytic anemia يعني صار تكسير للـ RBCs تمام؟ فعليا بصير البون مارو نشط عشان يعوض تكسير اللي صار هذا أو واحد صار من فيه نزيف لازم يعوض هذا بانقسامات الـ RBCs أنيميا increase the number of Retic Count أو هي فعليا زي كأنها عداد الـ Reticulocyte بتعبر لك كديش فعليا البون مارو active في تعويض المشكلة اللي صارت اللي هي الـ Anemia تمام؟ طبعا أكثر إشي دقيق هو Corrected Reticulocyte Count منقسم فيه منضرب فيه Reticulocyte Count مثلا طلع على الثلاثة بالمية في الـ Hematocrit تاع المريض على Normal Hematocrit والNormal Hematocrit 45 فلو كان 15 مثلا بتضرب الـ Corrected تطلع عفوا بتضرب الـ Reticulocyte Count مثلا اللي هو ثلاثة بالمية ضرب ثلث بطلع لك واحد بالمية هذا النسبة اللي طلعتها يسميه Corrected Reticulocyte تمام؟ وفيه Corrected إضافي اللي هو بعبره له قديش صار تعويض باليوم اللي هو واحد من Retic Count إنه منقسم قديش بحتاج الـ Reticulocyte عشان تصير ماتشور تمام؟ فلو كان مثلا الـ Hematocrit مثلا 45 بحتاج يوم تمام؟ واحد خمسة وثلاثين واحد ونص فمنقسم CRC على العدد للأيام اللي بحتاجه مثلا اثنين وبطلع لك القيمة هاي بنسميها الـ Reticulocyte Production Index مثلا هون Retic Index تمام؟ طلع مثلا ثلاثة بالمية الـ Hematocrit 15 والـ Normal 45 تمام؟ شو بطلع لنا زي ما حكينا 15 على 45 بطلع ثلث بضرب الـ Index اللي هو الـ Count نفسه الـ Count بطلع 1 وبتقسم الـ 1 على 2.5 لأنه بحتاج يوم 2.5 فبطلع الـ Reticulocyte Production Index 1 على 2.5 تمام؟ وهاي بحد ذاتها بتطلع 0.4 يعني معناته إنه فعليا البون مرو مش فعال كفاية في لما يكون يعني أقل من واحد أكيد مش هيكون فعال البون مرو يعني بعطيك دلالة إنه في اليوم الواحد ما بتم تعويض الـ RBC اللي تم خسارتها تمام؟ مثلا هون مثال ثاني واحد الـ Retic Index 18 تمام؟ اللي هو قديش نسبة يعني نفسها الـ Count اللي حكينا عنها 18 والـ Heimatocrit بتاعه 15 و 45 15 على 45 ثلث ثلث ضرب الثمنتاش اللي هي الـ Count تطلع لك 6 6 ونشوف قديش بتحتاج يوم الـ 15 هيماتو كريت بتحتاج 2.5 نقسم الـ 6 إلى 2.5 ففعلياً طلع الجواب 2 إلى 4 تمام؟ 2 إلى 2.4 عفواً فبالتالي هو ضمن الضمن الـ Normal range اللي هو الـ 1 إلى 2 فهيك معناته إن البون مرو Put the enough Retic فإذاً في عنا خطوتين للـ Correction نضرب الـ Heimatocrit على Normal Heimatocrit وبعدين نقسم على عدد الأيام اللي بتحتاجها الـ Reticulocyte عشان نصير الـ Maturation بالمحصر يا دكتور كيف ممكن يجي سؤال؟ تمام؟ بتقول لك الدكتورة شو هو الـ Heimatocrit و شو الـ Reticulocyte count بتقول لك مثلا نحسب بالـ Corrected Reticulocyte count تمام؟ شو بتعمل؟ أول خطوة تقسم الـ Heimatocrit بتاع المريض على الطبيعي اللي هو 45 30 على 45 بتطلع 2 على 3 بتضربها بـ Reticulocyte count تمام؟ تضربها بـ Reticulocyte count اللي هو كم؟ Reticulocyte count هون مثلا 1% شو بتطلع لك؟ بتطلع لك تقريبا 0.66% تمام؟ هذا من سميه Corrected Reticulocyte طيب قالت لك Reticulocyte Production Index تقسم 0.6% على إيش؟ على العدد الأيام تحتاجها Reticulocyte عشان يصير لها Maturation وهذا الإشي من أين نعرفه؟ من آقام اللي بنحفظهن هذولة الجدول اللي حطيته بالـ Slig الماضي مثلا كان 1.5 هون يعني بتقسمهن تقريبا بتطلع اللي هو هو تقريبا 0.4 40% هذا مسميه Reticulocyte Production Index فإذا نطلع عن الـ Corrected اللي هو هذا 0.66% وReticulocyte Index 0.44 السؤال الثالث بقول لك هل كان البون مارو فنروح نطلع على Reticulocyte Production Index إذا كان ما بين 1 إلى 2 أو 2 بكون فنكشنج نورمالي إذا كان زي ما احنا شايفين بهاي الحالة 0.44% أقل من 1 فهذا definitely البون مارو مش قاعد بشتغل أو بعوض النقص بالـ RPCs كما يجب طبعا هذا سلايد أنا أضفته تمام؟ عشان أقول لك شو العوامل اللي بتخلي الهموغلوبين كمبيته بالدم طبيعية بحكي لك عشان ما يصير عندنا أنيميا لازم يتوفر أربع عوامل تمام؟ ما يصير عندنا فقر دم نقصان يعني بالهموغلوبين أول شي لازم يكون عملية الهموغلوبين طبيعية شو يعني طبيعية؟ يعني أن يكون عندنا جينات بتصنيع Global Gene وهي بتكون فعليا مش موجودة في حالات الثلاثيميا الثلاثيميا هو مرض جيني بقلل تصنيع تمام؟ فهاي أول عامل الآيرون تمام؟ إذا كان عندنا نقص بالآيرون مش رح يتصنع عندنا كمية كافية من الهموغلوبين العامل الثالثي هو البروتو بروفايرين وهذا في تفاعلات معينة رح تخذوها بالباكوميستري إذا ما حصلتم مش رح يتصنع كمية هموغلوبين كفائية طيب هل ذول الكمبوننت إذا كولين كان الموجودات هل هذا يعني أنه شي يصير أنيميا؟ لا بحكي لك في عوامل أخرى منها أنه الـ 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 لازم يصير فيها انقسامات لازم يصير عندنا DNA Synthesis ولازم يصير وضروري يكون عندنا نيوكليك أسيد كفائية عشان يصير فيها عندنا DNA Synthesis بكيلك في فيتامينز أساسية اللي هو الفوليك أسيت بي ناين والفيتامين بي تولف أساسيات في تكوين نيوكليك أسيت اللي بتحتاجه الار بي سي عشان تنقسه تمام؟ فهذا العامل الثاني فإذا صار عندنا فيتامين بي تولف ديفشنسي أو فوليت ديفشنسي رح يصير عنده أنيمة إذا صار عندنا نقص بالآيرون برضه رح يصير أنيمة إذا نقص بالغلوبين شينز بسبب مرض الثراثيمية رح يصير في عندنا أنيمة ونفس الشيء ببروتو بروفاير العامل الثالث اللي هو إيرثروبويتن اللي هو حكينا عنه بطلع من الكلية إذا صار عندنا نقص فيه رح يصير عنده أنيمة يعني نقصان بكمية الهيموغلوبين بتم تصنيعه والإشيء الأخير أنه يكون healthy bone marrow يعني مش فيه مثلا cancer cell تأخذ مساحة تحت البون مارو وما يكون فيه عندنا مساحة لانقسامات الار بي سيز الأنيمية تعريفة هي عدم قدرة الدم على حمل الأكسجين اللي بيحتاجه التشيو decrease amount of circulating هيموغلوبين اللي هو بيحمل الأكسجين تمام؟ كيف بيجي الأعراض تعاتي الأنيمية؟ طبعا هذا سلايد برضو أنا أضفته بيجي في تعب، تعب، فتيغ، weakness، paleness، يعني شاحب وجه بيكون الكنجاكتائفة لما تنزل عينه زي هيك بتشوفها pale، هون لازم تكون pink شبه العادي shortness of breath، ذيق نفس، دوخة، بيقول لك والله لما أوقف بصير الدنيا سودا، تمام؟ هاي أعراض أنيمية، chest pain، ألام بالصدر، cold hand and feet، بيظلوا بردان دائما وهكذا، هاي الأنيمية الأنيمية طبعا إلى عدة أسباب، يا إما decreased synthesis أو في هموغلوبين، اللي هو حكيناها أسبابها الـ iron، الجين في defect أو protoprofile، تمام؟ عادية مشكلة بالتصنيع، ثاني مشكلة حتى بإقسامات الـ RBC، زي B12 deficiency أو Fully deficiency، تمام؟ أو ممكن يكون سبب الأنيمية destruction of the RBC، اللي هي سببها هموليتيك أنيميا نسميها، يعني الـ RBC بتصنع كويس، لكن بدل ما يكون دورة حياتها 120 يوم، لأ بتتدمر بشكل أسرع، أو ممكن يكون بليدنغ، واحد نازف نزف، فخسر الـ RBC؟ طبعا نقسم الأنيمية حسب حجم ال-RBC، حساب، حكينا الـ MCV إلى Normocytic Anemia، Micrositic Anemia، Micrositic Anemia، Micrositic Anemia Normocytic Anemia بكون حجم ال-RBC ما بين 80 إلى 100، الماكروستيك أنيميا بكون ما بين أعلى من 100، مايكروستيك بكون أقل من 80، هذه ضرورة كثير لغاية الباتولوجية فإذن الأنيمية هي عدم قدرة الدم على حمل أكسجين كافي بسبب يعني لأنه الباصات اللي هي بتحمل الأكسجين عدد قلب فكمية الأكسجين اللي هتوصل للتشيو رح تكون قليلة طبعا الساتوريشن تاعل الأكسجين رح يكون طبيعي في حلقة الأنيمية يعني على سبيل المثال خلينا نحكي كان عندنا 100 باص وكل باص فيه 20 كرسي فعندنا بالمحصل النهائي مثلا 2000 كرسي لما يصير عندنا أنيمية رح يقل الكراسي بدل ما هو 100 صير عن بدل ما يكون عندنا 100 باص بصير عندنا 10 باصات فبصير عندنا 200 كرسي فنقصان عدد المقاعد هو الأنيمية الساتوريشن شو هو الساتوريشن قديش نسبة إشغال هاي المقاعد تمام؟ يعني في حالات الألفين تمام؟ في حالة كان عندنا ألفين مقاعد الأكسجين مثلا تعبى بشكل كامل بهذا المقاعد قاعدوا عليهم كله في حالات الأنيمية برضو الميتين مقاعد رح نسبة إشغال المقاعد رح تكون مية بالمية نفس الشي تمام؟ بس أعداد الجزئيات الأكسجين هتكون أقل عرفتوا عليه كيف؟ يعني الساتوريشن نسبة إشغال المقاعد رح تكون طبيعية أكيد لأنه الأكسجين واصل من اللنغ على الدم رح تكون طبيعي بس نسبة إشغال هذول المقاعد أو عفوا أو أعداد هذول الركاب رح تكون أقل تمام؟ فأعداد الجزئيات الأوتو اللي بحملها الدم رح تكون قليلة لكن نسبة إشغالها من مجمل مقاعد الأكسجين اللي هو تمثلها أعداد أعداد الهيموغلوبن رح تكون طبيعية نسبي يعني نحكي نسبي مش أعداد تمام؟ والأكسجين والأكسجين بالسيركوليشن برضو رح تكون نورمال ليش؟ لأنه الأكسجين عادي رح يصير من اللنغ إلى الدم بس مش هي يلقى مقاعد كافية تحمله فبالتالي تركيز أو الأكسجين الذائب بالدم رح تكون طبيعي نسبة إشغال الهيموغلوبن رح تكون طبيعية برضو مين بالمية لكنً أعداد المقاعد رح تكون قليل فهذا المبدأ لابد ان تكون ضروري نكون عارفينه و السيطيريشن بكون طبيعي الر buoy الطبيعي كثير ضروري نكون عارفين بس بكون أعداد الاربي سيز و الكمية الاربي سيز اللي موجودة بكون كمية الاربي سي بتكون قليلة تمام؟ هيموغلوبن بكون واطي الاربي سيز واطي given الهيماتو كريت برضو بكون واضي هذولا انديكياتورز انه فعليا في عنا انيميا تمام في عنا طريقة ادق طريقة طبعا لتشخيص الانيميا هي الـ RBC Nuclear Scan تمام وهو فاحص احنا ما بنعمله كلين كلي بنعتمد احنا على تركيز الهيموغلوبين اعداد الـ RBCs والهيماتو كريت تمام شو اعراض الانيميا بصير الواحد تعبان تايرد بيل ديزنس زي ما حكينا shortness و breath و flow murmur ليه ايش flow murmur احكيلك لانه circulation تصير سريعة تمام ليش لانه viscosity يعني ثقل الدم راح يكون اقل ليش لانه RBCs قلت فبالتالي معظم الدم صار بلازما اللي هو سهلة الجريان تمام فلانه سهل الجريان بصير يطلع صوته وقعد يتحرك تمام low viscosity بصير الدم يعني لزوجته قليلة بسبب انه تصار كله ووتر و flow ايش بكون اسرع فبالتالي بتصير يطلع صوت نسابيه flow ميرمر طبعا شو اسباب الانيمية هاي مش كتير ضرورية تعفوه ولانه راح تخطوه بالتفصيل بالباثو بالباثو تمام ممكن يكون production defect يعني مثلا الاثروبويتين واضي بسبب kidney disease تمام او مشكلة بالبون مرو لما يكون لدينا مشكلة بالبون مرو او بالكلية اللي هي بتقلل الاليثروبويتين فبالتالي بتقلل نشاط البون مرو راح تلقى ريتك كليوسايت عددها قليل وهذا اشي منطقي ليش لانه بون مرو مش قاعد بيطلع كميهة RBC كفاية تمام فبتلقى low retic count او ممكن يكون ببساطة الهمقلبين مش قاعد بتصنع بسبب مشكلة بالايرون في الايرون deficiency الجلوبين في حالات الثلاثيميا وDNA في حالات B12 deficiency and foliate deficiency تمام ماذا يعني انه الخلايا نفسها بعد ما يتم تصنيعها ما بتضلع عايش تمام ممكن يكون بسبب سفيروسايتوسيز مش هحكي بالتفصيل هذا الشيء لنكون راح تخذوه بالباثو او G6PD deficiency هذا كمان راح تخذوه بالباثو اه يعني هذول الاشياء كلين راح تخذوهم بالباثو فما بدي ادخل بتفاصيل هذه الدزيزز وانتو راح تخذوهم يعني تمام او مشكلة بالهيموغلوبين زي sickle cell disease برضو بعمل hemolysis اه مثلا sequestration شو يعني sequestration يعني بصير السبلين يكسر RBC زياد عن اللزوم بسبب portal hypertension يعني واحد معاسر روسيز او بلودلوس واحد خسر دم بسبب Peptical cancer disease فصار نزيف بالعمعاء وصار يطلع الدم الى خرج الجسم فقعد بخسر هو RBC فبالتالي صار عندنا أنيميا تمام شو اسبابين وكذا راح تاخذوهم بالتفصيل ان شاء الله بالPathology وهيك بنكون خلاصاً محاضرة اذا عنكم يسبب صارات ما تترددوا أبداً بالسؤال يعطيكوا الفاق